من بعد الأمم المتحدة مخصصت يوم 26 يونيو كيوم عالمي لمكافحة وإساءة استعمال المخدرات وأصبح هذا اليوم هو يوم دولي كل دول العالم بتحيي بتخصصه علشان تعزز التعاون عشان نحق عالم خالي من تعاطي وأدمان المخدرات ده اللي خلالنا النهاردة في صباح الخير يا مصر نصلت الضوء على احتفالية هذا اليوم ونناقش زاوية مختلفة وهي ولدنا وأبنائنا إزاي نقطع الطريق عليهم عشان ما يوصلوش لهذا الطريق إزاي الأسرة تتصدى بشكل حاسم وشكل قاطع لنقوص خطر التعاطي والإدمان حيام يعني أسئلة كتير جدا مصطفى وإجابات مهمة جدا خاصة أنه دلوقتي بنام نسمع حتى عن أنواع مخدرات صعبة جدا وحتى مش متعارف عليها في أوقات سابقة خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور نور أسامة الاستشاري النفسي وتعديل السلوك لنورف توديو صباح الخير يا مصر صباح الخير يا حضرت صباح الفل أهلا بي في البداية يقال أنا حب أعرف من حضرتك مدى صحة هذه المقولة أنه في شخصيات بتكون عندها أكتر قابلية للإدمان أكتر من غيرها هل ده بالفعل صحيح؟ طيب الطبيب نفسي أطفال اسمه راي مير بيقول أنت الآن تعيش في ماضي أطفالك فاحسن صنع ذكراته طيب هل في قابلية؟ طبعا طب قابلية لبعض أنواع الشخصيات؟ طب هي بتتكون إزاي؟ أنا دائماً بقول أننا محتاجين في كل بيت شنطة إسعافات سلوكية لكل الطرق السلوكية التي قد تطرق على الأسرة طيب أول شخصية عندها استعداد الاستقطاب لتعاطي المخدرات هي الشخصية الاتكالية الاعتمادية تلبية كل الاحتياجات وهو صغير طيب هو ده بيعمل إيه؟ ده بعد كده حاجة اسمها اطراب الانفصال أو اطراب التعلق يعني دائماً بعمله كل حاجة فأصبح شخصية اتكالية بيعتمد عليها في كل حاجة فإطراب التعلق المرضي بيخاف من انسحاب الأب والأم فلو حصل جي بيبي جديد أو ماما أو بابا سفروا أو تعلقوا بحد تاني أو الوقت اللي كانوا بيضوا معايا هو منطقة الأمان كان بابا وماما فلازم ألجأ لجامعة الأصدقاء اللي هو من المتحدة أكدت أن أكثر من 8% من المراحقين اللي انجذبوا لمخدرات كان بسبب أصدقائهم عشان كان فيه فجوة في الأسرة فالشخصية الاتكالية أو الاعتمدية لازم توصل إلى اطراب التعلق فبعد كلا لو بابا وماما حصل فيه أزمة في الاندماج معاهم أو فترات اللي كانت بقعد فيها فترات طويلة فلازم أعمل نشوز دفاعي وحس بالأمان فحس بالأمان دي زي مع صحابي فبيحصل إيه؟ تبني السلوك الخاطئ أنا أحزبه أو حتى فكرة الخروج يعني الشخصية الاتكالية دي حتى فكرة الخروج للمجتمع أو لأرض الواقع لما بيقبروا شوية إن كان في شغل أو غيره برضو بيبقى بيلاقوا صدمة طبعا ما بيارفوش برضو يتعاملوا طبعا ده الشخصات الاتكالية هم أكتر عرضة للاستجابة للتنمر بيتقبل التنمر علشان محتاج يشعر بالأمان فهيقبل بالابتزاز العاطفي منك بأي شكل كانت أي شكل من أشكال التنمر وقد تصل إلى التحر وهو قابل علشان يبدأ يشعر بالأمان فهو تمام فيتبنى السلوك الخاطئ مع أصدقائه ويبدأ يجرب عشان بس ينال إعجابهم ده أول شخصية الشخصية الثانية اللي هي الشخصية المجازفة الشخصية اللي بتحب تجازف الجريء 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 لو أنا ما عرفتش أعرف أتقهند الجريء أو أحتويه بالضبط وخصوصا لو استقبلناه من مرحلة الطفولة كوخي يا بابا عيبي حبيبي ما تعملش كده أعمل كده دائماً للجبرات فهيعمل إيه؟ هيعمل إسقاط نفسي عايز يكون زي صحابه في العالم الإفتراضي فإمتى أبدأ أشعر بالذاتي أشعر بالذاتي أني بعمل زي حاجات الكبر بيعملوها الحاجات البعيدة على الواقع في العالم الإفتراضي عشان كده بنسمي العالم الإفتراضي في بعض الأوقات اضطراب العالم الإفتراضي اللي بيبدأ يجرب زي صحابه لحاجة السلوك المعادي المنافي للواقع فيعمل حاجة أكستريم تماماً حاجة المجتمع مش متقبلة عشان يشعر بالسعادة فإيه اللي بيحصل في المخ حاجة اسمها جي الحاجات السعادة أو الشعور بالفرحة فبيبدأ يرتبط بتعاطيل المخادرات ثالث شخصية الشخصات المتوضع أو اللي ما عندهم ثقب الناس اللي دايماً بيتم الضغط النفس عليهم الأب والأم عايزين منهم كل حاجة فهو عايز يرديهم فيبدأ معدل الضغط النفسي يزيد فبيحصل له حاجة اسمها اضطراب الصدمة اضطراب الصدمة هو مش عارف هو مضغوط ليه بس هو مش باني عليه هو لص طفل هو لص مراهق صغير بعد كده بيوصل بقى لمرحلة يا أم يواجه يا محادة الانسحاب محادة المواجهة أو الانسحاب هيقدر يعرف اللي عنده مشكلة ولا فالأدانين منه أدانين كنتزول بيزيده بشكل كبير جدا فمعدل الضغط النفسي بيزيد فبيجي له حاجة اسمها اضطراب الصدمة او اضطراب الكرب فبيوصل عنده اضطراب نفسي فلما يوصل اضطراب نفسي بيبدأ فيه مشكلة في التقالبات المزاجية او المزاج العصبي طب إيه اللي بيعلي سرطنين ودومين مخاطرات فيبدأ يشعر بالسعادة فيجي له ارتباط الشرط الايجابي ان ده شيء بيشعني بالسعادة فهيبدأ خلاص هو برضو فيه مشكلة انه هو 11 سنين مش عارف فريق من خلو الواقع مش متخيل مدى المأساة اللي ممكن يقبلها ويخش على المراقة هيبدأ يميل المجسفة لحد 18 سنة وديه مشكلة دول 13 سنة مشخصية بالظبط يعني فيه ارقام بتقول ان فترة المراقة هي الاكثر فترة لطاعة المخدرات ولا فيه فترات بعد كده يعني من سن 18 لكام هل فيه ارقام بتقول ان فيه ناس دخلت مرحلة المخدرات بعد الثلاثين بعد الهربعين بعد الخمسين هل فيه دلائل لده طيب الخطورة من سنة من 11 او 12 سنة لحد 18 في حاجتين يا اما في اي تباني سلوخ خاطئ يا اما الاندماج في الجامعات المتطرفة او الارهابية او طاعة المخدرات حقيقي جدا ليه بقى وده اخطر سنة فعلة طيب خلاني يقول دراسة عملية حصلت امريكا جهاز الرين المغناطيسي عملوه على اكتر من 180 مراحق لعبة اسمع لعبة الدجاج 20 اشارة وشافوا الاستجابة بتاعة المخ 20 اشارة انت لازم تعملوا في طاعة معينة فكانوا حاب يشوفوا المجسفة بتاعة المراحقين من سن 11 لحد 18 سنة في وجود الاب والام المجسفة كانت 15% فهما لوحدهم كانت مجسفة 60% في وجود اصحابهم في وجود اصحابهم تعدت 95% المجسفة هو بيميل الى المجسفة والتهور بالضبط لا وده ميل هو بيبدأ البنت او الولد انا كبرت فبيبدأ عايز يعمل حاجة مختلفة بزبط دي حاجة طبيعي وكل ما هيعمل ده كل ما هيشعر بالفخر والسعادة او يلفت الله مضبوط فالدراسة دي اكدت ان جماعة الاصدقاء 55% هو بيميل الى المجسفة مع اصدقاؤه هو الوحده بيقالم النسبة دي فعشان كده خطولة في الفترة دي هو بيميل الى المجسفة عشان كده سموا المجسفة الفترة دي اضطراب المجسفة التهور بعدين هو مش عارف يعني مثلا اي حاجة عارف عاملة هو لسه الحاجة اسمها الفص الجبهي السفلي بتاع المخ لسه ما اكتملش لو خاص بي بنتجر عقلي بنتجر عقلي هو مش متخيل الاحتمالية خطورة في تبني هذا السلوك او التعاطي ممكن يعمل ايه فسهل جدا استدراجه لجماعات المتطرفة وسهل لو يتعاطي المخدرات لحد 18 سنة طيب دكتور هو واضح انه يعني اللوب بالموضوع هو فكرة نمط الشخصية نمط الشخصية ده بيتحدد ازاي نمط الشخصية هل هو متعلق بشكل اساسي بالتربية ام نمط الشخصية ده بيكون شيء وراثي او شيء متعلق بالجينز يعني ايه نمط الشخصية ده بيحدد على اي اساس طيب في جزء جيناتك لا يمكن ان نخفله تماما يعني فيه بيبي جديد جي انا عملت معاه كل التنشئة الاجتماعية المتطلبة هو برضو عنده مشكلة في الشخصية بتاعته هل اسمع حد بيقول زي ما حدرتك قلت بالزبط لو اتنين اخوات ده عصبي بس ده هادي مثلا شوية ده ميل اكتر للانطواء وده اجتماعي اكتر مع انه ممكن تكون نفس التربية وخرجين من نفس البيت مصبوطة انا اقولك مثلا زي ايه طفل العصبي اللي هو عنده طفرة سلوكية هو مش عصبي ليه كده ووشه ممكن يحمره بشكل كبير وممكن يخبه توصف الارض لو بطل غضم من الدرجة الثالثة ضحيك الام عصبية فخدر كرتزولة عبر المشيمة اثناء وهو بيبي في فطن موالدته فطلع عن طفرة سلوكية فمن مضايج جانتك بحد فتلاقي واحد طلع شخصية جريئة فطلع الاب والام وحد شخصية خجولة فبرضو طلع الاب والام هي كروموسومات فاني اقوى فيهم فحد هيطلع زي حد وزي الاب والتاني هيطلع زي الام وحرك بتكلم عن الشخصيات انا بفتكر في فترات المراقع انا شفت شباب زي الفل ومتربيين من بيوت زي الفل واتجه للمخدرات وشفت شباب اه كان فيه مشاكل عندهم فاتجهوا يعني اقول ده ماشي لكن التاني ده ازاي برضو الموضوع مش مفهومي دكتور احنا قلنا جيناتك هنخش بقى في فكرة انشاء الاجتماعية لو احنا دلوقتي بنقول اللي اعتدال تمام اعتدال ده ان انا اكون ابني ما بيخافش يقولي يعني فيه فرق بين السر حلو والسر الوحش السر حلو انا اتحكي لي كل حاجة فلو كان رد فعلي عضويني جدا مع ابني مش هيجي يحكي اي حاجة تاني انا عرفت بنت البنت انا عرفت ولد اي حاجة ايا تكون الكارثة اللي حصلت رد فعلك هو اللي هيحدد ابنك هيحكي لك ولا لأ فاذا انا هنوصل للسر الوحش هو يخاف يحكي وفيه حاجة سمها الكذب مقاومة السلطة هو خايف من عقاب بابا وماما او الكذب بجذب لجذب الانتباه عشان انا حزب الاهمال فتعال نقول هو لين جذب لمخدرات واحد كان فيه غفلة كان فيه وقت فرق طويل كان بيقضيه مع صحابه فالأب والقومة كانوا مشغولين طيب النمط الشخصية بتاعه داما بنقول من هم صغيرين بيبانوا سهل الطبعة يروح يكون علاقات كويسة ويكون اجتماعي وفيه ناشيط الطبعة يكون قيادة في المدرسة صعب الطبعة انا عايزة روح روحوني وعيات شديد يكبر شوية اجا لقي شخصية المستسلم اللي هو ايه لا مش قادر احاول مش قادر فلازم تساعديني في كل حاجة او شخصية الهاوي شخصية الهاوي اللي ما بيجبر شوية بنتشوفها بعد كده في الشغل العملي المتردد دائما اللي انت ممكن تعمله غسيل مخ بكل بساطة برم ماب جديدة طرف تشكله سلوكياته واتجاهاته وفيه الشخصية المنزبطة هي عارفها هي عايزة ايه تحط الطبك اللي هي عايزة عندها موديفيشن هي تعمله فده أنماط شخصية هو اللي بيحدده إيه اللي بيحدده إزاي بتعامل مع ابني يعني أنا دايما هو صغير كنت بكبره على كل حاجة مفيش اختيارات فيه دايما مقارنات بابا وماما مختلفين في التربية أنا دايما كنت بقصو عليه بشدة كنت بدلله فيه حلم الأبوين لازم تعمل أنا بقولك عليه عمري ما مدحته دايما بعقبه وإعقاب شديد ما لهش علاقة بالفعل اللي هو عمله بديله جمل سم أو كلام مش لطيف قدام الناس مش بديله الحرية الكاملة مفيش الحوار ستوب لو ده حصل حتى جيناتك مع شخصية جريئة تأكد أنه هو فترة المراقة هيتبنى السلوك الخاطئ ويعمل حاجة غير طبيعية لو كان من الشخصية الخجولة فأنت بتقلل سقطه بنفسه وتأكد أنه هو هينصاع لجماعة أصدقائه عشان يعيش في عالم افتراضي غير حقيقي يكون النفسه كونفرزون أو سيفتي جديد فيبدأ يتخيل بقى أنا بعمل كذا أنا بدرب كذا فيبدأ يسمع أصحابه فيبدأ يجرب فيبدأ يستمتع بدا فيبدأ الموضوع السلوك يصبح عادة فأصبح شخصية فللأسف هو لازم اللي بيحدد نمط السلوك التربية فالتربية كانت فين حتى لو كانت شخصية والتربية يعني في ضوء حديث حضرتك أنه التربية مش وحدة يعني حسب نمط الشخصية ممكن يكون عندي شخصيتين في البيت مختلفتين تماما عن بعض ده لازم يكون لي طريقة في التعامل وده يكون لي طريقة في التعامل وده يعتمد على قوة ملاحظة الأسرة ووعيهم أنهم لازم يتصرفوا في التريقة دي ده حقيقة وعشان خاطر كمان في شخصيات احنا بتعرضوا للصدمات بيتعرضوا للتربات نفسية بيتعرضوا إلى أمراض نفسية احنا مش بنعرف وبنشوف يعني مثلا اكتئاب الطفولة اكتئاب المراهقة مصطلح احنا بنشوفه ايه ده ايه ده الدحك ده مفيش حاجة سماكل فيه حاجة سماكل وفيه أطفال بتنتحر عشان بيجي المكتئب وفيه مراهقين بيكتئبوا وبيميل الانتحار فاحنا فيه بعض الأوقات بنشوف المضاء ده لسه صغير اللسه صغير ده بيفضل شايل اضطرابات نفسية فيطلع شخص غير سوي بيميل الحاجات دي عشان يبدأ يحس بالسعادة عشان هو جوه حاجات او جوه المخ افراز الهلمونيات مش مزبوطة فهو حاس بالطراب حاس بالكتئاب حاس بيتقالبات مزاجية هو مستعيد فاحنا فيه فروق فردية فانت كلامك صح بس انا يعني فيه بعض الأوقات ممكن اعرض على دكتور اتطمن على الصحة النفسية اللي هو فيها عشان لو عنده مشكلة صغيرة تأكدوا ان في بداية المراقة المشكلة الصغيرة دي لو كان اضطراب بسيط هيتحول الى مرض نفسي مش بس في المراقة ده بعد حتى ما بيجبوها لدكتور يعني سوأي حضرتك هنا خلينا نسبة خطوة لو لا قدر الله أسرة اكتشفت ان ابنها او عندها يعني شخص مضمن في الأسرة مفروض يتعاملوا ازاي لانه احيانا بتكون ردود الأفعال متبينة يعني فيما بين رد فعلا قوي جدا وعنيف جدا وبين رد فعلا هزيمي جدا فحضرتك شايف طريقة طريقة التعامل المثلة ايه طيب خلينا نقول هو هيفرق جدا في نوع مخدر لو كان نوع مخدر السجير حاجات البسيطة دي احنا محتاجين هنكلم دا دي ازاي نتعامل بشكل بسيط جدا لو نوع مخدر تعدى كوكايين وحاجات دي كلها احنا لازم فيه في مصر صندوق مكافعة الارمان والتعاطي ده بيلجأ بسرية تمة وبروح ياخد احسن احسن تعامل ودهما تكون كواسة جدا برامج عليجي طيب لو كان اقل شوية سجير لازم اعرف هو ليه عمل كده يعني هل هي كانت مرحلة تجربة ولا هو كان نزوى وعدت اعتيادي طيب انا لو دخلت في ابني دايما في حالة الزعي وحالات الغضب تأكد لو هيفضل طول حياته يستدق بالزبط هيفضل مكمل وكزم مقاومة السلطة ويفضل مكمل طول حياته من وراك سؤالي الأخير هيرمون السعادة اللي موجود في كل المخدرات ازاي نحصل منه نحصل عليه من الطرق طبيعية للحياة طيب واحد حاجة اسمها تقوم الشخصية انك تبدأ تحط نفسك حاجات يعني مثلا انا بكرة ما محبش الشغل فانا بكرة احلى يوم اللي هي في الشغل هل بسل بريم ماب بتحدد نفسك بريم ماب مختلفة عن التأثير الوهم السلبي انا بكرة مثلا انا بحبش الهوة بحبش الرضاقة فهقول انا بحب قوي الجزمة الفرانية بحب قوي ألبس كذا عصرح شعري تصاعي كذا وبغير بريم ماب بالنسبة لي بغير يعني الوكيشن تاني حاجة لازم امارس الرياضة مارس الرياضة السيرتونين ودوبامين واندروفين والكسترين بتاع المخ بيبدأوا يعلوا بشكل تدريجي لازم اتفرج على فيديوهات ليه علاقة بالتحفيز عشان بتضحك على المخ بالضبط زي فكرة العالم الافتراضي بتحط لك عالم الافتراضي بس ليه علاقة بالانجاز وليه علاقة بالانضباط وليه علاقة بالهدف بكتب الحاجات ان انا عايز مثلا حاجة هدف عند الامر وهدف عند النجوم هدف بعيد المدى افضل عايش علشانه بعد عشر سنين اعمله فيفضل كل يوم عند الرغبة في الحياة عشان الاراضة عبارة عن الرغبة فالرغبة دي متغيرة ممكن بكرة اقوم هل انا اعتمد على مشاعري فينجز ولا اعتمد على اكتيفت بتاعتي مفهود اعتمد على الانشطة اللي بيمارسها احنا معظمنا بيعتمد على مشاعره فقومت النهاردة مقارف شوية اللي هي تقالبات المزاجية اليوم النهاردة وحش جدا طب لو اعتمدت على قدامي طبيق معينة لازم اعملها عشان اوصل بعد عشر سنين الموضوع بختلف لو حضرت نفسي جداول انا عايز اعمل واحد دين تلاتة اربعة اشغل وقتي علشان ما سيبش التفكير طول ما فيه وقت فراغ هو اشغال الوقت اهم بالضبط يعني ربنا الحقيقة يسلم كل اولادنا يعني دي مأساة اكيد وبيبقى موضوع صعب جدا جدا على اي اسرة ومرة تانية مهمة اوي احنا نلاحظ اولادنا نمط شخصيتهم ايه مهمة جدا اهم من الشغل واهم من انت تأمن مستقبلهم واهم من انت تتفكر هتدخلهم مدرسة ايه ولا جامعة ايه ولا هيشتغلوا ايه مهمة جدا انت تخرج طفل سوي نفسيا ومكتفي بيك كاب ومكتفي بيك كام عشان يقدر يخرج واجه مجتمع للأسف ما بقىش حتى مجتمعنا احنا المنغالق بقى عالم كامل من خلال الانترنت والتكنولوجي اللي موجودة فلازم تتخرج طفل واصق فيك واصق فيك كاب وكام بشكل كبير يقدر ان هو يلجأ لكو ويرجع لكو تكون انتو مصدر الامان ليه مصدر الامان النفسي مش مصدر الامان المادي على اي حال طبعا من نشكر شكرا جزيلا دكتور نور أسامة الاستشاري النفسي وتعديل السلوك نورت هنا في سبع خيام شكرا جزيلا دكتور نور ودائما متقلق كده بتحليلاتك شكرا جزيلا